تمام تمام اسمع برضو رأيك سوز عمو يعني انا متعود ان انا شوف كل مع كل فترة فيها مثلا نتيجة سلبية فيه هزة في اداي النادي الاهلي يلاقي على السوشيال ميديا تصريحات مثلا لريني فايلر تصريحات على صفحات فيك تصريحات نفسها فيك كلام مش مش منطقي اتصل بريني فايلر فيقول لي لا انا ما قلتش حاجة ولا اتكلمت ولا في الكلام ده كل ده بيبقى غرضو الضغط على رقم واحد ادارة النادي الاهلي طول الوقت تصوير انه ريني فايلر مستني انه يرجع فلان عايز يجي لا نمشي مسيماني ونجيب حد تاني تلاقي ناس تدخل تقول احنا نرجع فلان لا نجيب علان وترجع تلف يعني الدائرة دي كلها تلاقي دائرة مقفولة انه حد بيبقى موجه الموضوع ده انه عاوز يعمل رأي عام في اتجاه معين وده ما بيبقاش طبعا مش اهلاوي بس هي الفكرة كلها اللي انا عايز اقوله انه السوشال ميديا مش منفصل عن الواقع اه لكن الطموحات لما بتعلى قوي بيبقى برضو الغرض من وراها انه ارجعوا الاصل ما عرفتش تعمل كذا والادارة ما عرفتش تجيب هو ده مش منطقه على فكرة ادارة النادي الاهلي وانا متأكد من النقطة دي ان هي مش حتى في حساباتها فكرة ان السوشال ميديا قالتين نهاردة وامبارح وبكرة هتقول ايه هي بتحط في اعتبارها انا عندي معطيات على الورق عندي ادارات شغالة على كل اتجاه عندي ادارة كورة بعض معاها بسمع منها انا المعطيات بتاعتي واحد اتنين تلاتة سواء في صفقات لعبين او في التعاقد مع مدير فني على ارض الواقع انا وقعيا محتاج مين محتاج ايه مدرب بيلعب بطريقة ايه مش بتكلم على الاسم ولا الجنسية ولا القصة كلها فيه بعد اقتصادي للموضوع انا البودجت بتاعي او ميزانيتي للتعاقد مع المدرب ده هتكون اد ايه ومن هنا ببتدي بعد ما بجمع معطياتي كلها على الترابيزة ده بعيدا بقى عن كل السوشل ميديا والاراء والكلام ده على الترابيزة بقول والله انا معطياتي ماليا عندي بودجت قد كذا احتياجاتي الفنية قد كذا عندي ارتباطات من امتى محتاج اخلص المدرب ده امتى من اللونج لست والشورت لست للمدربين اللي انا شايف انهم يصلحوا للمهمة دي وبتفاض معاهم انا متأكد انه ولا حد في يعني في السوشل ميديا ولا في الميديا حتى الان اصفيه فرق ما بين السوشل ميديا وفرق ما بين الصحافة المهنية او الاعلام المهني اللي بيضغر على معلومة من حقك ضغر على معلومة صحافة الالكترونية انا احيانا المعلومة بتجيلي يعني ممكن تجيلي من برا مصر انه حد يسألني عن كذا مثلا حد يقول لي ده فيه كذا ماشي لكن الفكرة كلها انه اتخاذ القرار بيكون بنان على معطيات موجودة على ارض الواقع مش موجودة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي هو الاهم انه جمهور الاهلي يكون واعي لحاجة زي كده انه ما يبقاش هو ادات ضغط على مجلس الادارة ولا ادات ضغط على لعبته ماينفعش حد يشكك في لعيبة النادي الاهلي اللي هما بقالهم سنين بياخدوا كل البطولات تقريبا لو هنقعد نقد في البطولات فهم خدوا افريقيا وخدوا السوبر الافريقي وبرونزيتين كاس عالم وخدوا بطولات محلية وبالتالي لما يجي اقول النهاردة واصل الاهلي محتاج صفقات وفين الصفقات طب وبقية اللعيبة اللي موجودة اللي موجودين دلوقتي دول اللعيبة اللي هي قوام المنتخبات الوطنية سواء حتى منتخب اول منتخب اول منتخب اولمبي او حتى منتخبات الناشئين اعتقد انه لا فكرة انه ان الادارة بتمشي في صف السوشيال ميديا او انه السوشيال ميديا بتوجه القرار انه ده غير صحيح بالمرة الاهم هي المعطيات العلقات او في غير موسيماني بالزبط يعني لا حد كان يعرف انه سوارش جاي ولا حد عارف ان موسيماني جاي ولا حد كان عارف ان ريني فييلر جاي وانقسموا على كل الاسامي دي اذا كانت هي كويسة او لا لكن مع ارض الواقع بقى تنزل على ارض الواقع وتشوف شغل المدربين مثلا لما بيجوا او تشوف لعب انت جايبوا لا الكلام بيختلف لكن من الجمهور الحقيقي مش من فك اكاونت او اكاونتات وهمية وناس عايزة تضرب في النادي الاهلي وخلاص